لم يتأخر الرد التركي كثيرا على هجوم قوات النظام السوري على القوات التركية في إدلب والذي خلف 33 قتيلة وأكثر من 30 جريحا في صفوف الجنود الأتراك الرد التركي جاء فوريا وقويا ومتواصلا ليحدث تغييرا عميقا على موازين القوى وقواعد الاشتباك في الصراع الدائر في سوريا منذ سنوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أمهل النظام السوري إلى نهاية شهر شباط منقضي للخروج من مناطق خفض التصعيد التي حددها اتفاق سوتشي بين أنقرة وموسكو التي تعد الداعم الأكبر لنظام بشار الأسد انقضت المهلة ولم تنسحب قوات النظام آملة بأن تتراجع تركيا أمام الضغوط الروسية إلا أن ذلك لم يحدث فالقوات التركية انطلقت من الرد على استهداف جنودها إلى تنفيذ خطتها المعلنة بفرض منطقة آمنة للسوريين في بلدهم وإجبار نظام الأسد وحلفائه على القبول بذلك وخلال ساعات من انقضاء المهلة وفي صياق عملية درع الربيع التي أعلنتها أنقرة أسقطت للنظام طائرتان مقاتلتان من طراز سوخوي 24 كما دمرت ثلاث منظومات للدفاع الجوي وكذلك خرج مطار النيرا بالعسكري في حلب عن الخدمة بعدما استهدفه الجيش التركي فضلا عن استهدافه مطار حماه العسكري الذي لطالما انطلقت منه طائرات النظام لتقصف المدنيين في إدلب على صعيد آخر سيطرت قوات المعارضة السورية على عدة بلدات بعد معارك عنيفة خاضتها ضد النظام في ريف إدلب كبدته فيها خسائر فادحة في الأفراد والمعدات كما أعلنت سيطرتها على العديد من القرى في سهل الغاب بريف حماه في الوقت الذي تصدت فيه لمحاولات قوات النظام التقدم جنوبي سراقب ما يجري وبحسب محللين ربما يبث الأمل في نفوس الثوار السوريين فيستعيد زمام المبادرة في مواجهة النظام لتبدأ صفحة جديدة في تاريخ الثورة السورية